عصابة الساحل عصابة الساحل لم تكن هذه المظاهرات مجرد تعبير عن مخاوف أو تكاهنات أو كما قيل حينها مكايدات سياسية فقد جاء الخبر من أهله بنداء أطلقه المحافظ الأسبق لتعز علي المعمري حول ما يحدث في الساحل الغربي كشف المحافظ في تدوينة مطولة على صفحته بفيسبوك عن معلومات حول استقطابات لأفراد في الجيش من أبناء الحجرية وتوزيع الأسلحة والأموال تمهيدا لحرب وصراع دام في تعز بمزاعم الانتقام للشهيد عدنان الحمادي يحذر المعمري من أن هذه المحاولات تهدف إلى ضرب تعز ببعضها وتمزيق نسيجها الاجتماعي والتأثير على تركيبتها الديمغرافية تحت مزاعم وأوهام مختلفة ما هو الأخطر من ذلك بحسب المعمري أن هذه القوات التي تشكلت تحت لافتة تحرير صنعاء تقوم بعملية تغيير ديمغرافي بهدف السيطرة الدائمة على المناطق الحيوية بتاعز حيث تقوم بشراء الأراضي والبسط عليها وبناء وحدات سكنية سواحل تعز التي كان من المأمول استعادتها لتكون متنفسا للمحافظة واستعادة مينائها وتشغيله وبسط سيطرة السلطة الشرعية عليها أصبحت عبارة عن دولة أخرى خارج سلطة الشرعية وتتبع بشكل مباشر الإمارات كما يقول المحافظ الأسبق يخرج المحافظ عن صمته مؤكدا أنه صار لزاما مكاشفة الناس وقرع أجراس الخطر حيث يبدو أن مساعي الإمارات لفصل مديريات الساحل الغربي عن المحافظة تمضي بوتيرة دفعت الكثيرة للوقوف أمامها رافضين هذه الممارسات لكن ما يزيد الأمر سوءا هو صمت القيادة الشرعية عن مظاهر الهيمنة العسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة بفعل ما تقوم به ألوية حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح الذي يوصف بأنه بيدق الإمارات في الساحل الغربي منذ تحريرها ناهيك عن التصرف بأراضي وعقارات الدولة وسواحلها زرعت أبو ظبي نواة الانشقاق كما يقول متابعون للمشهد وإذا لم تتدخل القيادة الشرعية في اللحظة الحاسمة فإننا قد نجد غداً لافتة كبيرة لإقليم المخا ليستمر قضم الأرض من تحت يد الشرعية ترجمة نانسي قنقر